عايزك تحبيلي شوية في عمر مرموش. لا. عمر مرموش يا كريم. انا بحبي فيه من مبارح. لا. عمر مرموش يعني بيوريك ان احنا ممكن بجد يطلع من عندنا ناس تانية غير صلاح. يعني احنا سقف طموحنا عيلي قوي مع صلاح. بعد كده قولنا صلاح هو فكرة ومش هتيجي تاني لغاية لما بقى كل واحد. بصراحة. ده حقيقي. وبرضو مش عاوز برضو اقارن قوي يعني بس عمر مرموش من الناس البروميسنج كلمة الناس اللي انت ممكن موعودة ان هي في يوم من الايام تديك حاجات كتيرة جدا. صح. قبل ما نتكلم عاوز اقارن ما بين محمد صلاح وما بين اه 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 عمر مرموش في الفئة العمرية من اول ما ده احترف من اول ما ده احترف. عاوز اقوليك بس بعض الارقام اللي انت كنت تتكلم عليها. قبل الارقام. عشان ااكد على كلامك انا عايف ان ده اللي بتقصد. عشان اللي جاي كله يبقى ما منع الكلمتين دول. احنا ما بنقولش مرموش افضل والله صلاح افضل. طبعا. لاتنين حاجة نفتخر بيهم وفرحانين بيهم. صلاح حتى هزي اللحزة هو اعظم ده في تاريخ مصر. ربنا يكرم مرموش ويبقى اعظم اعظم ويطلع لعبة تانية يتبقى اعظم اعظم ويبقى عندنا الاسماء كتيرة كويس. عشان دايما اول ما بنقول مكرنة. ايه حق ده بيقولك مرموش حسن من صلاح. ايه حق ده بيقولك صلاح حسن من مرموش. خ احنا هنجيب هنقارن الارقام بتاعة محمد صلاح من اول سنة راح فيها بازل وهو عنده عشرين سنة. والارقام بتاعة عمر مرموش راح فيها المانيا وهو عنده عشرين سنة. ونقررهم بعض لغاية وصولا لسن خمسة وعشرين. الحالي لعمر مرموش واللي انتقل فيه محمد صلاح الى ليفربول. بس القصة ان انت عشان تقارن يا كريم. ما بين الاتنين لعيبة دول لازم تفهم حاجة. كل حاجة في الدنيا اكيد في علم ربنا. بس انت ما تيجي تبص على العوامل عند ع عمر مرموش. هو عمر مرموش عمل حاجة مختلفة تماما. دايما يقول لك لعيب الكرة لازم يبقى جاي من ظروف صعبة جدا ولعيب الكرة ده لازم يفحط الكتر ولازم يعامل كل حاجة عشان يوصل. وفعلا التسعة وتسعين في المية من الحاجات اللي في الكرة اللعيبة العظام جايين من ظروف صعبة جدا. ابسط مثال على كام محمد صلاح. بس في نفس الوقت في حاجة عكسة تماما. وده انا بشوفه الجزء من 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 اسباب ان الراجل ده نجح في اوروبا. عارف كاكا. كاكا والد بتاع برازيل واحد من اغنى اغنياء البرازيل. هو مش محتاج يلعب كرة. ورغم كده كان ليجند واستورة كبيرة جدا. نفس الكلام عمر مرموش. عمر ماشاء الله هو من زمان. راجل بيلعب ودي ديجلا مع لوش سبوت تماما. نفس الوقت الكريم الراجل بيعرف بيعنده كذا لغة كان يعني متعود ان يسافر اوروبا معه. فالرجل لما سافر المانيا هو ما تخدش من اللي حاصل. ممتاز. فهي دي القصة بتاعت عمر مرموش. اقولي الارقام بقى بسر. اه مش جايزة. بس لها ينف هي القصة كلها. ارقام محمد صلاح لما راح بازل قاعد فترة اول سنة كانت جيدة الى حد ما. السنة اللي بعدها كانت نصها جيدة واخد فيها احسن لاعب. بعد كده انتقل لتشيلسي ملعبش تماما. وكانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة له. وراح في اورنتينا لعب نص موسم الى حد ما جيد. بعد كده انتقل لروما. بعد كده لغاية وصولا لليفربول. عمر مرموش ارقامه قريبة شوية من محمد صلاح. شوية. اه. 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 اي ده باشي. نعم الا. ده اسرار. ده اسرار. لا انت بطلع برشامة الهوى. حسنا فجأة. حسنا فجأة بش والله. فجأة يطلع وراقا من جانبه. لا وورييني بقا دي ما علاشي. لا لا العرف. لا لا. هتطلع برا. اطلعك بقري. كاتب في郡. كاتب فية الجيش. طب اقول لك الحاجة грابة بالركم مش جازة. اه. تعال نتكلم على اه مبارات مبارح في طلات اه صور. اه. طلات ارقام كنت باعتها للا اعداد فوق اه. زاميلنا احمد حسن لو يعيدهم. اه. ع عمل مباراة كسر فيها الدنيا هو عم المجال كله دلوقتي في ألمانيا هو عمر مرموش منتفوق على الكل أما نيجي نستعرض بالأرقام يا كريم دي الست مباريات اللي تلعبوا للسنة دي لإنترخت فرانكفورت أول رقم طيما تشايف تجايب ثمان أهداف أسستات أربعة من البنالتيات واحدة برضو بعدها دي البنالتيات واحدة شايت 27 تزديدة في الست مباراة 16 تزديدة على مرمو ده رقم كبير جدا يعني بين الثلاث خشبات 16 تزديدة ده رقم كبير جدا جدا في البونتزليجان شوف الصورة اللي بعدها على طول هنا هنيجي نتكلم على الأهداف المتوقعة الحاجات اللي عليها دوريات المربعات حمرة دي اللي احنا هنركز معها هنا الأهداف المتوقعة لأمر مرموش أربع أهداف إنه هو مفهود يجيبه الرجل جايب تمانية فده معناه إيه نسبة تحويل الفرص عند الراجل ده أعلى بكتير من السعور بتاعت الكرة نفسها يعني عشان نفهم من آخ كريم فيه كرة ممكن اللي عيب يشوتها في وضعية السلام مش مظبوطة في حتة مش حتة متطرفة مثلا عن الجون نسبة دخول الكرة دي للمرمى مثلا لا يتخطى 50% فلما تيجي جون فأنت بتعلب الرقم فالراجل مفروض يهداف المتوقعة بتاعته أربع أهداف الراجل جايب تمانية اللي بعدها دي على طول اللي هي non penalty xg الأهداف المتوقعة بدون ضربات الجزاء فهنشيل الهدف فيعتبر الراجل جايب مفروض يتوقع لأنه يجيب ثلاث أهداف وثلاثة من عشرة فلوش نضرب الجزاء بجيب سبعة وبعد كده ال xg دي وهي ال xg دي مختلفة عن الأهداف المتوقعة إن هي بعد خروج التزديدة أو الكرة من رجل اللعيب ضقتها سرعتها رايحة في المقص رايحة في مكان معين الراجل ثلاث أهداف برضو تمانية من عشرة ورغم كده جايب ثلاث أهداف اللي بعدها بقى الراجل عامل 76 باص الاتاكينج أو يعني هو الإجمالي بتاعه عامل 101 باص منهم 76 باص صح والبروجريسيف باص اللي هو الباص اللي بيقصر الخطوط عامل 13 باص اللي بعدها بقى دي اللي ممتعة أكتر بالنسبة لنا يعني كلنا وهو المتعة واللي بيعملها عمر مرموش وتفرده إن هو الراجل إزاي بول كارير يعني إيه بول كارير يعني الراجل بيحمل الكرة ويقدر يعدي متر واثنين وتلاتة ولغاية لما يأكسر الخطوط كلها وهو ده قيمة عمر مرموش في التحولات أول واحدة دي الكاريرز اللي هو شايف أنت مربع الأحمر ده هناخد اللي تحته على طول المربع الأحمر ده بتاع مطش مبارح الراجل عامل 129 حملة بالكرة في 6 مباريات رقم كبير جدا يعني ياخد الكرة يستلمها ويبدأ ياخد الكرة ويزق على المرمى المنافس التوتال ديستانس اللي بعدها على طول كيلو و 18 متر يعني هو الإجمالي اللي قطعه في إن هو ياخد الكرة ويزق في 6 مطشات حوالي كيلو اللي بعدها على طول بروجريسيف ديستانس 597 متر يعني الراجل ده بياخد الكرة يكسر بيها الخطوط فيه فرقة كريم بينا ناخد الكرة وزق وبينا ناخد الكرة أكسر بيها الخطوط أعدي نص الملعب وعادة انتفاها 597 بعد كده بقى اللي بعدها دي البروجريسيف كارير في المطش اللي واحد عفوا 24 بعد كده بعدها ليه رقم 17 دي التلت إن هو بياخد الكرة من التلت الأول يروح بيها للتلت الأخير فحنا بنتكلم يا كريم على أرقام كبيرة وعظيمة جدا لأمر مرموش يعني هو قيمة أمر مرموش فين إن هو العيب سريع قوي جدا بالكرة بيحتفظ بالكرة بشكل كويس وبعدين عنده قوة الانفجارية أو سرعيته الانفجارية ناخد الكرة ويزوء مر عبة وده اللي شفنا برح أبو ميكانو واحد من أقوى وأصعب المدفعين اللي ممكن تخش معهم في التحام بدني الراجل ولا أي حاج وبالمناسبة ده مش الهدف الأول وده ده أهدف كتيرة جدا من السنة اللي فات لو جينا نستعرض الهدف تشوف إنه أمر مرموش ما بيعملش كده جماعة من السنات نستعرض شبه من السنة اللي فاتت وتاخد تصريح كامباني بيقولك عمر مرموش هو واحد مختلف تماما عن الدوري الألماني كله شفت تصريح بتاعه المقاردة وبيقولك إنه هو تفوق على أبو ميكانو ولا أحد يستطيع أن يتفوق على أبو ميكانو في المتحامات بالزبط كده